تحية فلسطينية طيبة برائحة المسجد الأقصى ورائحة كنيسة المهدي والقيامة لأهل شمال وجنوب المتوسط من فلسطين الوطن الذي يعيش في قلب عشرات أضعاف أبنائه بل وأكثر فلسطين التي يزيد شعبها بين مقيم ومهجر على 14 مليون تعيش في قلب بيئات الملايين من بين مسلمين ومسيحيين وحتى يهود وأتباع ديانات متعددة أخرى وغير الدينيين من أحرار العالم وسدنة العدل والمساواة والحقوق الذين يؤمنون بحريتها وحرية شعبها ويدافعون عنها وعن حق شعبها في الحرية والاستقلال المؤمنون بحتمية مصاري التاريخ والمؤمنون بحقنا فلسطين التي ينادي غالبية من سكان الأرض من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل الأعراق والأجناس والألوان والأديان والمعتقدات من المؤسسات الدولية والإقليمية الرسمية والأهلية ومن لا يفعل لا يتجرأ على معارضة هذا الحق إلا الاحتلال المتغطرس ذاته ولا يعين هذا الاحتلال إلا الولايات المتحدة تلك وقلة هامشية في فلكها بل إن أمريكا بذاتها لم تعد قادرة على الدفاع عن السلوك الوحشي العنيف والتطرف المشين الذي يقوم به قطعان المستوطنين وغلاته مدعوما بممثلين متطرفين لهم في قلب هذه الحكومة الأكثر يمينية وتشددا وتطرفا في تاريخ دولة الاحتلال وكل تاريخها بؤس وتطرف العزاء الحضور تنعقد الدورة العام السابعة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط على أرض المغرب الشقيق الذي نحييه شعبا شقيقا محبا لفلسطين ومدافعا عنها ونعتز بكل ما يقدمه المغرب وملكه محمد السادس الموقر عبر رئاسته للجنة القدس ونحيي بالشكر مجلس المستشارين على الاستضافة الكريمة ومساندة مجلس النواب في المملكة ونتمنى ونحن معكم أن يواصل هذا البرلمان جهده لتحقيق أهدافه وتعزيز أواصر التواصل والعلاقات المتينة بين سكان الدول المجاورة للمتوسط والذين كما فرقتهم في التاريخ بعض الصراعات والحروب فقد جمعهم مصير مشترك وعادات متقاربة وتداخلت أنسالهم وتعزز تعاونهم عبر انتهاء مرحلة الاحتلالات والانتداب الآن نقول لشركائنا في الشمال راهنوا على الجنوب رهانكم على المستقبل هذه الأمة رغم كل ما استهدفت به قادمة لا محالة الضغط يؤخر الزمن لكنه لا يلغيه في هذا المحيط وفي شرق المتوسط هناك كيانان عضوان في هذا البرلمان إحداهما تحتل الأخرى وتستبد بشعبها وتنكل به الأولى كما الثانية تعرفونها جميعا تلك سلطة الاحتلال الإسرائيلي وكيان الفصل العنصر الوحشي وهو نموذج فريد وخاص ومستحدث يجمع بانتقاء بين كل الأسليب الوحشية من التجارب العنصرية السابقة ويسوق نفسه ديمقراطيا كيان يمارس إرهاب الدولة المنظم ويتهم الآخرين بالإرهاب فهو الذي ينكل بالفلسطينيين ويمارس بحقهم كل أشكال القهر والفصل العنصري بدءا من الحريات المعنوية الحريات والحقوق الشخصية والعامة بما فيها حق التعلم وحرية الرأي وحرية ممارسة الشعائر الدينية ممارسة مرورا بالتهجير القصري وتقييد الحركة والأطواق العسكرية وهدم البيوت ومنع البناء ومصادرة الأملاك الخاصة والعامة وأساسها الأرض وليس انتهاءا بالعقوبات الجماعية والتطهير العرقي والمجازر الجماعية والإعدامات التي ترقى لمستوى جرائم الحرب بحق الأنسانية والإبادة ليس فقط في مراحل سابقة من التاريخ والحروب كما حدث إبان النكبة والسنوات التي تلتها بل حتى يومنا هذا ليس في غزة كما قد يتبادر لدهن بعض منكم بل في الضفة كما القدس منذ بداية العام أكثر من 64 شهيدا وعشرات الإصابات في الضفة الغربية والقدس برصاص الاحتلال وهو يمارس الاحتجاز القصري عموما والاعتقال للأطفال يغلو في التضييق على الأسرة في مخالفة صريحة لاتفاقية جينيف الرابعة الإهمال حد الاغتيال الطبي للأسرة حتى وصل لتشريعات تحد صراحة من العلاج الطبي ومنعه والتنكيل بالأسرة حد تحديد مدة التواجد في الحمام لثلاث دقائق وبالقراءة الأولى يشرعون عقوبة الإعدام بحق الأسرة بينما يعيش القتلة منهم في أجواء من الفخر والحياة فوق الطبيعية كثير من هذه الإشارات تجري ليس فقط بحق الفلسطينيين في مناطق الصراع بل حيثما يتواجد الفلسطيني في أرض فلسطيني التاريخية إنه نظام عنصري مستبد للهيمنة يستوجب جر قيادته المتطرفة لقاعات محاكم الجنايات الدولية إن مظاهر الفصل العنصري هذه تتطلب مننا جميعا الدفع بالقرار لإخراج هذا الكيان على القانون لعزله لعزله لأنه حقا يتنكر للقانون الدولي العام والشرعية الدولية وفق كل تصنيفات المؤسسات الحقوقية ذات الصلة في مقدمتها منظمة العفو الدولية ومجالس حقوق الإنسان الأممية وهو يستبيح كل الشرائع السماوية الإلهية والوضعية والقوانين الأخلاقية والأممية هذا كيان يتطلب عزله للتواصل معه ومحاولة دمجه إنه كيان دخل برحلة جديدة من العدوانية والتطرف وصلت حتى أنه بات عدو نفسه كما عدوته لفلسطين وهو ينعزل شيئا فشيئا حتى من داخله وهذا تقييم يتشارك به غالبية قياداته السابقة وأن كل محاولات التطبيع والتطويع وبناء الشراكات وهذا ينطبق على اتفاقيات الشراكة للاتحاد الأوروبي مع هذا الكيان لن تفيده في شيء أي الاحتلال ولن تطيل من عمره ولو ليلة واحدة والحق أنه ما لم يستطع المجتمع الدولي إلزامه وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية منها والمسيحية فإنه لا يمتلك أي قوة أخلاقية للدفع بأنبوبة الإكسجين لإنعاشه عبر تطبيع العلاقات وبناء الشراكات كل الأطراف يجب أن تعلم وتتحرك بنصق هذه الحقائق والثابت أن احتلالا واحدا لم يدن فيما سبق وأن هذا الاحتلال قطعا ليس الاستثناء فيما لحق السيد الرئيس السيدات والسادة لقد وافق الفلسطينيين على اتفاقية إعلان مبادئ السلام منذ ثلاثين عاما سعينا خلالها لإنجاز الاستقلال الوطني الذي عبره وعبره فقط يمكن ويمر استقرار المنطقة وأمنها لكننا منذ ذاك الزمان والاحتلال يزداد تطرفا وعدوانية لشعبنا متنكرا لكل الاتفاقيات ولم ننجز الأهداف التي وافقنا التزاما بأدنى نسخة للشرعية الدولية ففيما بين قراري ثلين أربعة ثلين الذي وافقنا عليه وقرار 181 أرض تضاعف أرضنا وشرط يساوي فيما بيننا اليوم ورغم كل الضغوط تقرر أمميا أخذ رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ما هي الاحتلال وإجراءاته هنا نشكر كل من وقف إلى جانب الحق والإجراءات العدلية إلى جانب فلسطين ممتنون لكل من يقف بشهادة الحق حتى منتصف هذا العام فكثير من النظم لا تمتلك الإرادة بالوقوف إلى جانب الحق السيد الرئيس السيدات والسادة سنواصل رفضنا للاحتلال ولم نقبل به مطلقا أو نرتضيه فإن قبلناه فلا تقبلوننا بينكم ولا معكم لأننا قد تجاوزنا مسارات الأحرار والشرفاء والنبلاء بل قد تجاوزنا حدود الإنسانية والأدمية وسنناضل في إطار القوانين الدولية يقينا منا بحقنا بأن دولة فلسطين المستقلة قادمة بلا شك أو ريب وكلما أسمتم في تقصير المدى الزمني لقيامها كلما أنقذتم عدد أكبر من الضحايا سينتهي ذات يوم هذا الاحتلال وسينتهي إلى الأبد وسيستعيد الشعب الفلسطيني مكانه بين الأمم ويسهم في الحضارة الإنسانية بكل إمكانياته وقدراته العلمية والأدبية فكونوا شركاء رفع الظلم لمحاباته وإحقاق الحق لا تجاهله نثق بكم وبمساندتكم وتضامنكم ونعتد بكل من وقف ويقف إلى جانب الحق والعدل وهو أمر صعب في هذا الزمان شكرا لكل من أسم بتنظيم وإنجاح المؤتمر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة